السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شرطكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة في هذه الحلقة راح نشوف جيم سريع وخفيف ولطيف اللاعب بين بطل عالم فشر وروبين فاين اللي هو من أقوى اللاعبين على زمن فشر لقيم هذا اللاعب 1936 بني سي أو نيويورك سيتي فشر بالأبيض ولعب E4 E5 نات F3 طالب البيضق والD6 هذا اسمه الفيليدر دفنس ما أنه أفضل دفاع تلعب ولأنه بكل بساطة من الافتتاح بيسكر على ماينر بيس أو قطعة خفيفة اللي هي الفيل فما أنه أفضل خيار أنت ممكن تلعبه على الأقل حاليا يعني مع الكوبيوترات تكتشفوا أنه افتتاح سيء كتير بعد الD6 كمل هون الأبيض بنقلة الD4 ونقلة جدا موفقة هذا فإنه على طول بتفتح الوضع للفيل الأسود والفيل الأبيض بعد الD4 هون إجا نات على D7 تهدف نات D7 إلى حماية ال E5 من غير الإضطرار إلى تكسير الوزراء هون ممكن أنه الأسود يجي نات C6 هلأ غير أنه أنا ممكن أكون على E5 وأكسر وزراء وأخليك يعني تفوت بهذا الوضع اللي بالآخر رح يكون كثير مناح إليه ممكن أنه أنا قصة نلعب D5 D5 وبكون عندي space بالوسط وهاش يكتر بيفيدني لما نفوت على من القيم يعطيني فرص أكبر فبعد الD4 إجا نات على D7 وكما مرة بتلاحظ Passivity أو Passiveness يعني أنه قديش هو عم يلعب بشكل غبي أنه أنت أوكي سكرت على هالفيل اللي بترجع بتسكر على هالفيل الثاني أنت مضطر هيك تلعب لأنه لعبت الفيلدور فواتفور الغيم بعدت نات D7 نكمل بيه بيشب على C4 ببلش أضغط على الF7 وبشب عفوان C6 هلا بهذا الوضع ما بين فعنك أنت تيجي بشب E7 أو نقلة عادية لأنه هون أنا ممكن آكل على ال E5 وبعد يجي Queen D5 بكون مهدد الF7 ما في أي طريقة تحمي فيه يعني بالآخر رح تضطر أنه تيجي هون والوضع هيكون سيء كتير يعني فمشان هيك في هذا الوضع لعب C6 تهدف C6 إلى منع Queen على ال D5 بأي وقت من الأوقات غير أنه بتجهز لB5 B4 في المستقبل بعدي C6 كامل الجيم بيه ثبيت قصير وبشب E7 ما بتقدر تنشر حصانك لأنه في نات G5 تمام؟ نات G5 بتكون كراشينج موف يعني بس بيشوب E7 بمزك خانة G5 هلأ أكل على ال E5 هون فشر و Queen E2 هلأ شغل مهم مرش ما أكل بالحصان هون لأنه أنا هون ممكن أكل على ال وين ممكن أكل؟ ممكن يجينا G5 لا سوالي خلني أتأكد بس من غير فلسفة ممكن أكل على ال E5 وبعدي تيكس E5 بهذا الوضع يجي Queen H5 مهدد ال F7 ومهدد ال E5 أوكي فمشان هيك أكل هو ببيدق ال D وإجي Queen E2 مشان يجيب قلعته على ال D1 هات F6 روك على ال D1 و Queen C7 فهذا الوضع بعد Queen على C7 إجي فشر نات على ال G5 مهدد بيدق ال F7 في الفيل والحصان هون بيت قصير اللاعب الأسود بيوضع مبين أنه هو totally fine وأنه أوكي الأسود شوي متأخر بس يعني حيدركه وراح هي عديه فشر لعب هون نقله واستسلم الأسود F7 بيشوب تيكس F7 استسلم ليش واستسلم لأنه بعد روك تيكس F7 في Queen C4 رابط القلعة وحتخسر القلعة ولو أنت هون جيت كينغ H8 فأنا ممكن إجي نات E6 فورك على الملك والقلعة عفون فورك على الوزير والقلعة وبتخسر فرق بأفضل الحالات فبعد بيشوب تيكس F7 استسلم من النقل عشرة غضر فشر يغلب الثاني على العالم وقت اللي هو كان روبين فاين فكان جيم جميل يعني مع أنه ما كان سريع أو طويل عفون ما كان طويل كان سريع بس بفرجينها شو ممكن أحد أكبر الناس يخسروا من الافتتاح يعني أنه لعب بشكل كتير باسف وما يعني ما كان وضع كويس فلو أنت حدا مهتم أنه يلاقي الدفاع بالأسود ما بزعك بي الفلدور هاي كان الحلقة بتمنى تكون عجبتكن لايك شير سبسكرايب نشوفك إن شاء الله بالحلقات القادمة إلى اللقاء جميعا سلاماتكم